بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الخلق والمرسلين حياكم الله طلاب العزاء في حصتنا لليوم درس سورة القمر الآيات الكريمة من 1 إلى 26 سنتلو الآيات إن شاء الله ونطبق ما تعلمناه من أحكام سواء من أحكام لمخرج الجوف أو لبعض الأحكام التي تعلمناها من نون ومي مشددتين وغيرها من الأحكام التي تعلمناها قلقلة وغيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إذا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشير سيعلمون غدا من الكذاب الأشير صدق الله العظيم أضع خط أسفل الحروف التي تخرج من الجو ثم نطقا نطقا سليما سيعلمون غدا من الكذاب الأشر عندنا الواو ساكن في كلمة سيعلمون ساكن ما قبل مضموم وعندنا الكذاب الألف ساكن ما قبل مفتوح وهو الذال أعجاز نخل منقعر عندنا كلمة عجاز الألف ساكن ما قبل مفتوح فهي جوفية تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر عندنا تجري الياء في كلمة تجري ساكن ما قبل مكسور جوفية والياء الثانية في كلمة عيوننا أعيوننا عفوا الألف عفوا في كلمة جزاء ساكن ما قبل مفتوح فهي حرف جوف مهطيعين إلى الداع مهطيعين الياء في مهطيعين حرف جوف الداع الألف أيضا ساكن ما قبل مفتوح فهي حرف جوف نتمنى منكم تدرب على حروف مخرج الجوف من خلال هذه الآيات ولا ننسى القلقلة ومراتبها نطبقها تطبيقا صحيحا ويعطيكم الفعافي ترجمة نانسي قنقر